أهلا بكم أبنائنا وابناتنا طالبة الطالبات الشهادة العدادية وحلقة جديدة من برناميكم مدرسة أولاين ومادة العلم إن شاء الله النهاردة هنستكمل موضوع الانقسام الخلاوش الحلقة الماضية أستاذ حسام شرح معاكم الانقسام الميتوزي وقال إن عندنا في جسمنا نعين اتنين من الخلايا يبقى جسمنا عندنا بالنسبة ليه الأطفال أو قبل مرحلة البلو بيبقى عندنا نعين اتنين من الخلايا خلايا جسدية بتشمل جميع خلايا جسمنا مع عدى المناسل إيه هي المناسل هي دي بيكون عليها بقى النوع التاني خلايا تناسلية وهي أعضاء التكاثر في الإنسان بالنسبة للأولاد إما هيبقى عندهم هيبقى عندهم الخصية البنات هيبقى عندهم مبيض النبات هيبقى عنده موتوك لو نبات مذكر وحيد الجنس وعنده مبيض أو عنده الاتنين مع بعض لو النبات أو الزهرة خلصة يبقى دي بنسميها الأعضاء التناسلية أو خلايا تناسلية الشخص البالغ بقى عندنا لما بنوصل لمرحلة البلوغ بتبدأ أعضاء التناسل تبدأ تنضج وتفرز أو تنتج ما يسمى بيه الخلايا الجنسية يبقى الشخص البالغ عنده كم نوع من الخلايا؟ ثلاثة جسدية تناسلية خلايا جنسية اللي هو ما ينتج عن عمل أعضاء التكاثر أو المناسل الخلايا الجسدية تنقسم ميتوزيا أو تو يعني اتنين تنقسم ميتوزيا إلى خليتين جديدتين بكل منهما اتنين نون كرومصوم نفس عدد الكرومصومات الموجودة في الخلية الأم أو الخلية الجسدية ما عدى ثلاثة أنواع من الخلايا نوعين لا ينقسم مطلقا وهي خلايا الدم الحمراء البالغة لأن ما عندهاش نواة ولأن النواة بتحمل المادة الوراثية للكائن الحي رقم اتنين الخلايا العصبية لعدم وجود جسم مركزي بها طب الجسم المركزي إيه وظيفته؟ هو المسؤول عن تكوين خيوط المغزل اللي بتعمل إيه؟ اللي بترتب الكرومصومات وتفصلها وتسحبها طب النوع الثالث لا يتنقسم إلا تحت ظروف خاصة إيه هي ديك خلايا الكبد؟ لا تنقسم إلا إذا قطع جزء منه طب لو ما تقطعش خلاص مش هتنقسم ودي طبعا دي التقنية اللي بيعتمد عليها في زراعة الكبد يبقى دي الخلايا الجسدية والخلايا الجسدية أنها تحتوي على العدد السنائي من الكرومصومات اللي هو اتنين إن يبقى في جسمك هيبقى أي خلايا جسدية بجسمك فيها ستة واربعين كرومصوم أو تلاتة وعشرين زوج من الكرومصومات هذه الخلايا تنقسم ميتوزيا وبتديني خليتين الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي لها القدرة على الانقسام عدة مرات متتالية يبقى اللي طالع ده ممكن ينقسم تاني واللي يطلع ينقسم ثالث ورابع وخمس إلى أن يشاء الله النوع الثاني بقى موضوع حلاقتنا النهاردة وهو الانقسام الميوزي ويسمى بالانقسام الاختزالي ليه بيقولوا عليه اختزالي؟ لأنه يختزل عدد الكرومصومات إلى النصف يعني إيه معنى الكلام ده؟ قال لي يعني الخلية التناسلية اللي هي قلنا يا خصية يا موتك يا مبيض دول بيبقى فيهم اتنين نون كرومصوم لما تنقسم ميوزيا الخصية بتنتج إيه؟ حيوان منوي الخصية تنتج حيوان منوي الموتك بينتج إيه؟ بينتج حبوب اللقاح لاتنين دول بنقول عليهم أمشاج مذكرة المبيض بينتج بويضات ودي بقول عليها مؤنسة التلاتة دول بقول عليهم إيه بقى؟ ركز في الاسم كده؟ بقول عليهم ماشيج أو جاميط أو خلية جنسية التلاتة دول حاجة واحدة والتلاتة دول بيحتوي على نون إن واحدة نصف عدد الكرومصومات يبقى دخلت نين إن خرجت إن واحدة يبقى هنا اختزلنا عدد الكرومصومات إلى النصف ذلك بيطلق على الانقسام الميوزي الانقسام الاختزالي يبقى هنا أول حاجة نعرفها بيحدث فين؟ يحدث فيه الخلايا التناسلي الموجودة في المناسل وطبعا هذا الانقسام لا يحدث إلا أن يصل الشخص أو الفرض إلى مرحلة النطج والبلوغ بيحدث انقسام ميوزي في الإنسان والحيوان في الخصية؟ إن ده بينتج الحيوانات المنوية طب في النبات بيحدث فيه المتق لإنتاج حبوب اللقاح وفي المبيض لإنتاج الأمشاج المؤنسة اللي احنا قلنا اسمها بويضات هذا عندنا بالنسبة لي النبات إيه أهمية الانقسام الميوزي؟ هو فايدتين اتنين تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنسة يبقى بيكون أمشاج يا إما مذكرة يا إما مؤنسة طب رقم اتنين تحقيق التقاصر الجنسي يحقق حاجة اسمها التقاصر الجنسي وده هيبقى موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله الانقسام الميتوزي اللي تقال في الحلقة الماضية كان له ثلاث فوايد نمو الكائن الحي تعويض أنسجة تالفة رقم ثلاثة بيحقق حاجة اسمها التقاصر الجنسي إنما هنا بكون أمشاج وحقق حاجة اسمها التقاصر الجنسي مراحل الانقسام الميوزي الانقسام الميتوزي كان بيمر بمرحلة واحدة عبارة عن أربع أطوار ويسبقها حاجة اسمها الطور البيني طب الانقسام الميوزي هيتم على مرحلتين ميوزي أول وميوزي تاني لكن الميوزي الأول يسبقه طور بيني يبقى أنا عندي هنا في الميوزي الأول هيبقى كم طور أربعة وقبلهم طور بيني طب في الميوزي التاني أربع أطوار فقط مفيش طور بيني موجود يبقى لازم نعرف كده إن الطور البيني بيكون في بداية الانقسام بالنسبة لانقسام الميتوزي والميوزي نبدأ نشوف عندنا أهو هذا أول مرحلة الانقسام الميوزي الأول بيحصل إيه عندنا وانقسام ميوزي تاني يبقى دول المرحلتين اللي اتنين الانقسام الميوزي الأول بيسبق حدوثه طور بيني إيه اللي بيحصل فيه عندنا تتهيئ الخلية لعملية الانقسام بحاجتين اتنين بالضاعف المادة الوراثية ليه؟ ماهو الخلية النتجة محتاجة مادة وراسي فلازم نعمل لها نسخة منها والقيام بجميع العمليات الحيوية اللازمة لعملية الانقسام ودي بنشبهها لو عندنا مريض أي من الصبح يعمل عملية هل على طول كده بيسجوا نايم وقوموا مرة واحدة جايين واخدينه ودخلين بغرفة العمليات وفتحينه لا ده لازم يعمليه قبلها بيعمل تحاليل وأشعة ويحددوا إيه العملية اللي هتتعمل هيعمل عملية حتى فين المكان بتاعي فين عشان يحدد مكان العملية ويبدأ يزبط ضغط الدم ويشوف نسبة السكر وشوية تحاليل ويقول له ما تاكلش بالليل فكل دي تجهيزات عشان يخش غرفة العمليات الخليقة تنقسم لازم تجهز نفسها لعملية الانقسام وده بنقول عليه الطور البين نبدأ بقى نشوف عندنا الطور التمهيد الأول ويركز عشان يبقى فيه اختلافات بين الطور التمهيد الأول من الانقسام الميوزي والطور التمهيدي في الانقسام الميتوزي أول حاجة عندنا تتكسف الشبكة الكرومتينية وتظهر على هيئة أزواج من الكروموسومات في التمهيد اللي هناك في الانقسام الميتوزي illustrates كما بتظهر كروموسومات هنا تظهر على هيئة أزواج من الكروموسومات رقم اتنين يتقارب كل كروموسومين متماسلين من بعضهما مكونا ما يسمى مجموعة رباعية يعني ايه معنى الكلام ده يعني عندي أدى زوج كروموسوم واذا زوج كروموسوم تاني الاثنين لما اتكسفت كونت أزواج من الكروموسومات يبقى هنا ده زوج وده زوج لتنين شبه بعض الاتنين المتشابهين يقربوا من بعض يقوموا يكونوا حاجة اسمها مجموعة ربعية يعني مجموعة ربعية يعني كروماتيد اتنين تلات اربعة يبقى اربع كروماتيدات دي اسمها المجموعة الربعية ايه اللي بيحصل بعد كده تختفي النوية والغشاء النوم رقم اربعة يحدث في نهاية هذا الطور ظاهرة مهمة جدا بيسمها ايه الظاهرة ديت اسمها ظاهرة العبور يبقى عندنا اختفت النوية والغشاء النووي تكونت خيوط المغزل واتصلت بأحد الكروموسومين يبقى الخيط اللي موجودة عندنا اتصل بالكروموسوم الاول الخيط اللي جاي من فوق يتصل بالكروموسوم التاني لكن في التمهيدي هناك في الانقسام الميتوزي قد خيوط المغزل بتتصل بنفس الكروموسوم من النحيطين اهو لو قلنا ده الكروموسوم الخيط يتصل به من هنا ويتصل به من هنا طب بالنسبة للانقسام الميوزي كل خيط جاي من قد يتصل بأحد الكروموسومين إيه بقى معنى ظاهرة العبور؟ بيحصل تبادل في أجزاء من الكروماتيدات الداخلية في المجموعة الرباعية الظاهرة دي بسميها ظاهرة العبور آدى عندنا ظهرت آدى أزواج من الكروموسومات عندنا وآدى الجسم المركزي ظاهرة العبور عندنا بتحدث بهذا الشكل آدى عندنا الكروموسومين المتماثلين أو اللي احنا بسميهم المجموعة الرباعية يلتف طرف الكروماتيدين الداخليين ده كروماتيد خارجي وده خارجي ده داخلي وده داخلي الاثنين الداخليين يلتف الطرفين بتوحهم بعد كده بيحصل بيتم تبادل قطع من الكروماتيدين الداخليين اللازرق خد حتى من اللحمر واللحمر خد حتى من اللازرق إيه بقى اللي بيحصل هنا في هذه الظاهرة؟ بتؤدي إلى تبادل جينات وراسية هذه الظاهرة هي التي تسبب تنوع الصفات الوراثية يعني إيه كلام ده يعني هي اللي تخليك مختلف عن أخوك ومختلف عن أختك ومختلف عن بابا ومختلف عن ماما طيب لو الظاهرة دي ما حصلت شي كان كل الأسرة كلها الولاد ولاد وبنات كلهم هيبقوا نفس الشكل ما نعرفش كرم من كريم من كرم الله ما عرفش كلكوا هتبقوا نفس الشكل يبقى الظاهرة دي بتؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية يعني تنوع تغير الصفات الوراثية ده الطور التمهيدي الأول رقم اثنين هذه ظاهرة العبور إيه معناها عملية تبادل أجزاء من الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية إيه أهميتها تؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد وده اللي مخلينا كلنا مختلفين عن بعض وإلا كان زمان كلنا على سطح الأرض نشبه أبينا آدم وأمونا حوال الطور الاستوائي الأول ايه اللي بيحصل فيه؟ هو بيحصل نفس اللي حصل في الطور الاستوائي في انقسام الميتوس تترتب بس هنا بتكلم على إيه؟ أزواج الكروموسومات على خط استوائي الخليج هناك كان الكروموسومات بتترتب هنا أزواج الكروموسومات أهو يبقى بتترتب أزواج الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة خيوط المغزر تبدأ تنكمش كده وترتب الشكل ده كله بالشكل ده أدي ترتبت أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية بعد كده هنخش على الطور الانفصالي الأول إيه اللي بيحصل فيه عندنا هنا بقى بيبتعد كل كروموسومين متماسلين عن بعضهما إزاي؟ أهو مش إحنا قلنا دي مجموعة ربعية خيوط المغزر تاخد الكروموسوم ده ناحيته والخيوط التانية تاخد الكروموسوم ده ناحيته يبقى كده المادة الوراسية تقسمت إلى نصين كتتنين إن خرجت إيه؟ إن واحدة يبقى هنا بتنكمش خيوط المغزر ساحبة معها أحد الكروموسومين إلى أحد أقطاب الخلية وبالتالي بيحدث نفس الشيء اللي موجود عندنا بهذا الشكل أدي الصورة عندنا أهو فكوا الشركة اللي بينهم الكوب ده أو خيوط دي ساحبت الكروموسوم بتاعها الناحية ودي خدت الكروموسوم التاني وده الكروموسوم اللي تحته دي خديته هنا وده خديته هنا وتبدأ الخلية تضيق من الوسط ده اسمه الطور الاستوائي الانفصالي الأول آخر طور في هذه المرحلة بنقول عليه الطور النهائي الأول إيه اللي هيحصل بقى في الطور النهائي الأول؟ تعالوا بينا ما نشوف عندنا تختفي خيوط المغزل يبقى ظهرت في التمهيدي وتختفي في النهائي رقم اتنين تتكون نوية وغشاء نووي يحيط بالكروموسومات رقم تلاتة في نهاية هذا الطور تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين بكل منهما نون كروموسوم نصف المادة الوراثية بهذا الشكل خلي بالي عندي هنا أن في الطور النهائي الأول الكروموسومات بتفضل زي ما هي ما بتتفككش وترجع تاني شبكة كروموسومات بتفضل زي ما هي كروموسومات كده تكون عندي نواتين أو تكون عندي خليتين بس كل خلية فيها نون كروموسوم إيه اللي بيحصل عندنا بقى؟ بتبدأ الخلية تدخل إلى مرحلة الانقسام الميوزي التاني والانقسام الميوزي التاني بيمر بنفس الأربع أطوار التمهيدي التاني هيبقى استوائي تاني انفصالي تاني نهائي تاني الانقسام الميوزي الثاني يتم بنفس الطريقة التي يحدث بها الانقسام الميتوزي يبقى مع بعض كده الميوزي التاني عبارة عن انقسام ميتوزي إيه الفرق؟ الفرق إن الخلية اللي دخلها تحتوي على نصف المادة الوراثية عندها إن بس وهنا هيخش كم خلية؟ هيدخل خليتين الخليتين اللي موجودين كل خلية هتخرج كم؟ هتخرج اتنين يبقى دخل اتنين خرج اربعة الخلايا الاربعة اللي خرج بتحمل نفس المادة الوراثية اللي دخلت بها الخلية الام طب الخلية الام كان فيها كم؟ كان فيها نون واحدة يبقى هينتج اربع خلايا كل خلية فيها نصف المادة الوراثية يبقى الخلايا الناتجة بدل ما كانوا اتنين اتحولوا الى اربعة يبقى الهدف من الانقسام الميوزي التاني زيادة عدد الخلايا ادى عندنا مراحل الانقسام الميوزي اهو ادى الاستواء التاني بدأت الخلية او الكروموسومات تترتب وطبعا عندنا خليتين انفصال تاني بدأ الكروموسوم ينقسم طوليا السنترومير هنا بقى بينقسم طوليا الى نصفين وتنكمش قيوط البنغزل ساحبة معها احد الكروماتدين الى قطب من اقطاب الخلية في النهاية الخلية عندنا الطور النهائي التاني تنقسم الخلية الى خليتين جديدتين بكل منهما نون كروموسوم نخلي بالنا ده شكل كده ادى بالنسبة لي الشكل بتاع الانقسام يبقى دخل عندي خليتين بهذا الشكل ايه بقى الاختلاف اللي موجود عندنا بنأكد على بعض المعلومات المهم ايهو بالنسبة لي الانقسام الميوزي لا يحدث انقسام للسنترومير الا في الطور الانفصالي الثاني طب في الانفصال الاول ما حصلش انقسام لان كان عندي زوج من الكروموسوميت ده راح هنا وده راح هنا فما قربناش من السنترومير تعالوا بينا بقى ما نشوف بالنسبة لي الجزء اللي احنا تكلمنا عنه ده لو لقينا عندنا خلية ادى الموضوع عندنا الخلية اللي كانت داخلة اللي هي فيها اتنين ان وقلنا دي خلية ايه تناسلية التناسلية دي لو كانت في مبيض خلي بالي هتخش انقسام ميوزي هتطلع لي كم خلية ده كده ان ان يبقى ده ميوزي اول الخلية دي تبدأ تنقسم ميوزي تاني وده هتنقسم ميوزي تاني هينتج عندي كم خلية اربع خلايا كل خلية فيها كم فيها نون كروموسوم اللي اربع خلايا النافجة دول قلنا بسميها طبعا ده مبيض يبقى اسمها بويضات البويضات اللي موجودة عندنا او اقول عليها مشيج مؤنس او اقول عليها جاميط مؤنس ده عندنا بالنسبة لي الجزء بتاع الانقسام الميوزي يبقى احنا عندنا عشان افرق بين بين الميوزي والميتوزي بنعمل ايه بصوا معايا كده اهو الخلية اللي دخلها اتنين ان وبرضو الخلية اللي دخلها اتنين ان بالنسبة هنا لو ادتني خليتين اتنين كل خلية فيها اتنين نون يبقى ده انقسام ميوزي الخلية اللي دخلها لو ادتني اربع خلايا وكل خلية فيها نون يبقى ده انقسام ميوزي في فرق قال لي اه في فرق ده بيحدث في الخلايا الجسدية وده بيحدث في الخلايا التناسلية الخلايا الناتجة دي قلنا لها القدرة على الانقسام ممكن تنقسم عدة مرات متتالية طب الخلايا الناتجة دي لا تنقسم مطلقا ملهاش القدرة على الانقسام لو جبها لي بالشكل ده اللي اربع خلايا دول وقام عملها لي كده يبقى ده هنا ايه ده انقسام ميوزي في خصية ده كده حيوان منوي يبقى الانقسام ده حصل فين حصل في خصية تعالوا بينا بقى ما نعمل مقارنة بين الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي يبقى احنا هنا كده هقسم الصفحة نصين ده انقسام ميتوزي وده الانقسام الميوزي الانقسام الميتوزي بيحدث فين يحدث في الخلايا الجسدية التي لها القدرة على الانقسام أو أقول بيحدث في جميع الخلايا الجسدية ما عدا خلايا الدم الحمراء البالغة والخلايا العصبية الانقسام الميوزي بيحدث في الخلايا التناسلي اللي هي مين؟ الخصية والمتق والمبيض بالنسبة لانقسام الميتوزي إيه أهميته؟ بالنسبة لأهمية بتاعته قلنا عندنا ثلاث حاجات واحد اتنين ثلاثة نمو الكائن الحي تعويض الخلايا التالفة رقم ثلاثة تحقيق التكاثر الجنسي طب بالنسبة لانقسام الميوزي إيه أهميته؟ هم فايدتين اتنين تكوين الأمشاك رقم اتنين تحقيق التكاثر الجنسي عدد الخلايا الناتجة الانقسام الميتوزي بيانتج عنده إيه؟ خليتين جديدتين بكل منها اتنين نون كروموسو طب الانقسام الميوزي بيانتج عنه أربع خلايا جنسية أو أمشاك بكل منها نصف المادة الوراثي نون كروموسو الخلايا الناتجة لها القدرة على انقسام عدك مرات الخلايا الناتجة من الميوزي لاس لها القدرة على الانقسام مطلقة ما تقدرش تنقس ده عندنا بالنسبة ليه الخلايا الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي الانقسام الميتوزي بيتم على أربع مرحلة واحدة تتكون من أربع أطوار يسبقها طور بيني الانقسام الميوزي يتم على مرحلتين كل مرحلة تتكون من أربع أطوار يسبقها طور بيني واحد الانقسام الميتوزي يحدث في خلايا الأطفال يبقى هنا بيحدث في خلايا الأطفال والبالغين الانقسام الميوزي يحدث في أجسام البالغين فقط ليه؟ لأن الطفل هيكون لسه أعضاء التناسل أو الأعضاء التكاثر بتاعته لم تنضج بعد وبالتالي لا تنتج الأمشاج سواء كاف مذكرة أو مؤنسة لو جينا عندنا هنبدأ نشوف فيه عندنا فيديو بيوضح موضوع الانقسام الميوزي لو جينا عندنا هنا هنشوف بالنسبة لي الجزء ده شايفين قد أسرة موجودة عندنا هذه الأسرة أب وأم وفيه أطفال ونلاحظ أنه فيه اختلاف بين الأطفال جاه منين؟ بالنسبة لي الزكر أو الرجل بينتج ما يسمى بيه الحيونات المنوية اللي بتحتوي على نصف المادة الوراثية وهيكون فيها كم كروموسوم 23 قاد البويضة ده المشيج المؤنس اللي بينتج من قاد الخصية عندنا وهنا إزاي بيتم الحيونات المنوية؟ بهذا الشكل ده هنا بكون المشيج المذكر يبقى هنا حصل إيه عندنا بيحدث انقسام ميوزي قاد الخلية طلعت أربع خلايا وطبعا طالما فيه خصية يبقى هتكون لي أربع حيوانات منوية وطبعا بيحدث تضاعف لهذه الحيونات إن شاء الله ده هتاخدوها بتوسع في المرحلة السانوية قاد عندنا الخلية اللي دخلت انقسمت أهو قاد عندنا بالنسبة لي الميوزي ده الميتوزي خلية دخلت ادتني خليتين يبقى ده انقسام ميتوزي وفيها اتنين إن هنا خلية دخلت اتنين إن فيها أربع خلايا كل خلية فيها إن واحدة يبقى ده الانقسام الميوزي وطبعا بيتم عندنا ده ميوزي أول وفيه ميوزي تاني وقلنا بكل مرحلة بتتكون من أربع أطوار بيسبق هذه الأطوار جميعها طور بين واحد فقط أدت دي إنه يبدأ يتنسخ وتتضاعف المادة الوراثية وتظهر أزواج من الكروموسومات المتماثل الجسم المركزي يبدأ كل جزء يروح عند أحد كباية الخلية ويبدأ تتكون خيوط المغزل اللي تتصل بأحد الكروموسومين المتماثلين هذا كده السنترومير هنا خيوط المغزل هتتصل بالكروموسوم ده الوحده فيه كروموسوم تاني هتتصل بيه خيوط المغزل يبقى هنا الجزء ده لتنين دول شبع بعض يقربوا من بعض ولتنين دول شبع بعض يقربوا من بعض يبقى الكروموسومات المتماثلة أو أزواج من الكروموسومات المتماثلة تبدأ تقرب من بعض وتكون حاجة اسمها المجموعة الرباعية وعشان كده أحيانا بيطلق عليها الكروموسومات الشقيقة اللي هي أخواتي عنه هنا أدي مجموعة ربعية أربع كروماتيدات في نهاية هذا الطور بيحصل إيه عندنا تختفي النوية والغشاء النووي ويحدث بقى ظاهرة تسمى ظاهرة العبور ركز معي كده إيه اللي هيحصل هذا الكروماتيدين الداخليين بدأوا يبدلوا أجزاء من بعض فهنا الموف خد لازر ولازرأ خد حتى من الموفي الموجود عندنا الظاهرة دي بسميها ظاهرة العبور ودي بتؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية ادي خيوط المغزل هتبدأ تتصل اهو وشايفين النوية والغشاء النووي اختفوا بهذا الشكل بعد كده المفروض بنبدأ ننتقل إلى الطور الاستواء الأول يعني ايه هتترتب أزواج الكروموسوماتي بقى دايما في الميوزي الأول بتعامل مع أزواج كروموسومات اهو هنا اتصل بيه بعضها تبدأ بقى تنكمش خيوط المغزل وتسحب عشان ترتب ده الفرق بين الميتوزي ده كروموسوم وده الميوزي ازواج من الكروموسومات وبيوريلك الفرق بين الاتنين اهو يبقى ده هنا ميوزي ميتوزي ده ميوزي وهنا حصل ظاهرة العبور هنا مفيش حاجة تبديل ولا اي حاجة خالص ايه اللي بيحصل بعد كده عندنا هيحصل استوائي اول هتترتب بقى الكروموسومات ده كده على خط استوائي الخلي اهو عن طريق خيوط المغزل ده ينكمش وده هنا يزيد اهو يبدأ ينفصل كل كروموسوم متماسل عن اخوه يبقى هنا مفيش انكسام للسنترومير وفي النهاية الخلية اهو بهذا الشكل الكروموسوم ده يجي ناحية دي والكروموسوم التاني يبتعد وخلي بالك هنا فيه ده واحد جزء اهو وده واحد جزء عندنا يبقى المادة الوراسية اتقسمت الى نصين كل جزء فيه نص المادة الوراسي يبقى هنا فيه ان كروموسوم وده ان كروموسوم حصل ايه هنا اتكونت نوية وغشاء نووي واختفت خيوط المغزل والخلية اتقسمت الى خليتين جديدتين كل خلية فيها كم دلوقتي نص المادة الوراسي يبقى في الميوز الاول نتق خليتين كل خلية فيها نص المادة الوراسية وعشان كلا بكونوا عليه انكسام اختزالي او منصف كل خلية من الخليتين دول تبدأ تنقسم بقى وتخش في الميوز التاني وانه بيحصل بنفس طريقة الانكسام الميتوزي هنا هتعامل مع كروموسوم واحد فقط اه ده التمهيد الاول اه بعد كده استوائي ده التمهيد التاني بعد كده استوائي تاني اترتبت على خط واحد يبدأ بقى هنا السنترومير ينقسم طوليا الى نصفين اهو حصل هنا انقسام للسنترومير وكل كروماتيد بقى هنا بتعامل مع كروماتيد يبدأ ينفصل وبكده اتكونت اربع خلايا كل خلية فيها نصف المادة الوراثية بكده ابناء وبناتي نكون انتهينا من الدرس الاول الخاص بالوحدة الرابعة ان شاء الله يبع عندنا اخر درس في الحلقة القادمة وهو موضوع التكاثر حتى نلتقي في الحلقة القادمة اترككم في رعاية الله وحبصه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته